اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيم ولي عهد عجمان خلال زيارته مركز الإحصاء والتنافسية على دراسة الوضع الحالي لبدء نشاط تجاري في الإمارة ضمن مراحلها المختلفة وتحديد الإجراءات اللازمة ومتطلباتها وتكلفتها والمدة الزمنية لإنجازها وتحديد فرص التحسين في الإجراءات والتكاليف كما واستمع سموه إلى شرح واف حول منهجية الدراسة التي تتضمن تحديد مراحل الأعمال الرئيسية التي من بينها استخراج الترخيص وحتى مزولة الأعمال واختيار أنشطة اقتصادية محددة وذات أولوية ووضع الافتراضات لها ليتم بعدها رسم رحلة المتعامل بناء على مراحل العمل الأساسية لدراسة تتبع الأعمال